ما الخصائص التي تتميز بها اللغات الإنسانية بشكل عام؟ أي لغة إنسانية لها مجموعة من الخصائص المميزة له؟ هذه الخصائص نستنتجها من التعريفات السابقة لأننا في ضوء هذه التعريفات يمكن أن نتحدث عن مجموعة من الحقائق التي يمثل بعضها مقومات أساسية من مقومات اللغة الإنسانية ويمثل بعضها الآخر تطبيقات طربوية يمكن أن تأخذ مكانها في حصة تعليم اللغة العربية تتجمع هذه المقومات والتطبيقات فيما يمكن أن نسميه بخصائص اللغة الإنسانية بشكل عام وهي الخصائص التي تنطبق من باب أولى على اللغة العربية لعل أهم خصائص اللغة هي أنها أولا ظاهرة إنسانية فاللغة ظاهرة يختص بها الجنس البشري وحده لذلك يعد العلماء اللغة من أكثر قدرات الإنسان تعقيدا كما أنها من أعظم المجالات التي تتبدى فيها قدرات البشر الإبداعية والابتكارية وهذه الحقيقة أو الخاصية تفرض على معلم اللغة العربية أن ينتبه إلى أمر مهم وهو ضرورة أن يسق في قدرة أي متعلم على تعلم اللغة وأهمية أن يتحرر من كافة الأفكار والمعتقدات السابقة التي يمكن أن تؤثر على قيامه بتعليم اللغة العربية لطلابه أيضا اللغة نظامية ماذا نقصد بأن اللغة نظامية؟ ما معنى النظام؟ النظام معناه القاعدة التي يسير عليها العمل أو مجموعة القواعد التي تحكم سير العمل النظام في اللغة يمتد ويتسع ليشمل طريقة ترتيب الحروف وطريقة توالي الأصوات داخل الكلمات وطريقة تركيب الجمل ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النظام في اللغة يشير إلى مختلف القواعد التي تنظم العلاقة بين المستويات المختلفة للغة مستوى الأصوات ومستوى المفردات ومستوى التراكيب فللنحو قواعده ونظامه وللصرف قواعده ونظامه وللإملاء قواعدها ونظامها وللخط قواعده ونظامه ويشكل مجموع هذه القواعد أو النظم الفرعية ما يمكن أن نطلق عليه النظام العام للغة وهذا معنى قولنا أن اللغة نظامية أما الخاصية الثالثة فهي أن اللغة اتصالية ما معنى قولنا اللغة اتصالية؟ إذا دققت معي أيها المستمع الكريم تبدو لك الوظيفة الأساسية للغة هي تحقيق الاتصال بين المستخدمين له ولذلك هناك علاقة وثيقة جدا بين الوسيلة المتمثلة في اللغة والرسالة المتمثلة في المحتوى الذي يراد توصيل للآخرين حتى أن بعض الباحثين يؤكدون على تضام الوسيلة مع الرسالة أو على تماهي الوسيلة مع الرسالة للدلال على أهمية الوسيلة في هذا المقام فاللغة لها دور مهم في نقل المحتوى أو الرسالة وهذا يدلك على متانة العلاقة وعلى وثوق الصلة بين اللغة والمحتوى الذي ننقله للآخر سواء كان هذا الآخر مستمعا أم قارئا وهذا يفرض عليك كمعلم للغة العربية الاهتمام بطرف عملية الاتصال مع تقدير أهمية اللغة التي تنقل بها الرسالة مع التدقيق الشديد في اختيار الكلمات وفي بناء الجمل وفي سبك النص هناك أيضا خاصية تشير إلى أن اللغة ظاهرة رمزية تتشكل اللغة أي لغة إنسانية من مجموعة من الرموز التي يتفق الناس فيما بينهم على مدلولها ومعنى وما تشير إليه فاللفظ هو رمز يدل على شيء معين فقد يدل الرمز على شيء محسوس مثل كلمة تفاحة وقد يدل الرمز على شيء مجرد مثل كلمة حرية والسياق والسياق وحده هو الذي يحدد نوع الرمز المستخدم ودلالة هذا الرمز ويعني هذا في تعليم اللغة العربية أن عليك كمعلم لها أن تبدأ مع طلابك بالرموز اللغوية المحسوسة التي يسهل عليهم إدراكها وأن تنتهي معهم بالرموز اللغوية المجردة التي تتطلب وقتا ومجهودا في التعلم هناك كذلك خاصية أن اللغة سياقية ما معنى أن اللغة سياقية؟ ما دمنا قلنا سابقا أن اللغة نظام من الرموز التي يستخدمها أقوام معينون في ثقافة معينة وأن هذه الرموز تكتسب دلالاتها في ضوء الظروف التي استخدمت فيها مثل الزمان والمكان والمقصد وغير ذلك من عوامل وأن كل هذه العوامل تؤثر تأثيرا مباشرا في تحديد معنى ودلالة الرمز اللغوي ولذلك تختلف دلالة الكلمة ومعناها من زمن لآخر ومن مكان لآخر بل ومن سياق لآخر فقد نستخدم مثلا كلمة العين ونقصد بها العين الحقيقية التي يرى بها الإنسان وربما دلت في موضع آخر على الجاسوس وربما أشارت في موضع ثالث إلى عين الماء وهكذا يعني هذا في مجال تعليم اللغة العربية أن يدرك المعلم والمتعلم أن للسياق أهمية كبرى في تعليم اللغة وفي إعطائها دلالاتها المختلفة وأن ندرك أن هناك فرقا بين ما نسميه المعنى الإشاري للغة وهو المعنى المعجمي أو القاموسي الذي يوجد في المعاجم اللغوية وبين المعنى الضمني للغة وهو ذلك الذي نقصده بالاستخدام الفعلي في موقف معين هناك كذلك خاصية أن اللغة صوتي ما معنى أن اللغة صوتي؟ اللغة نظام صوتي في الأساس فالأصوات هي أهم مكونات اللغة وهي أول ما يكتسبه الطفل والأصوات هي اللغة كما يراها ابن جني في تعريفه عندما قال أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه وهذا ما اتفق عليه علماء اللغة القدامى والمحدثون على السواء من أن اللغة في أساسها نظام صوتي وأن الكتابة نظام تابع للصوت تم اختراعه في وقت متأخر من تاريخ الإنسانية فقط لتسجيل اللغة وتدوينه معنى أن اللغة ظاهرة صوتية أنه يجب عليك كمعلم للغة العربية أن تدرك أهمية مهارة الاستماع والتحدث وأن الموقف اللغوي يشمل متكلما ومستمعا وأن الاستماع والتحدث من المهارات التي يجب أن تحظى باهتمام وعناية كبيرين في المراحل الأولى من المدرسة الابتدائية ثم ننتقل إلى الخاصية السابعة التي تشير إلى أن اللغة عرفية معنى أن اللغة عرفية أن الناس هم من يتفقون ويتعارفون على معاني اللغة ودلالاته فلا يوجد رابط منطقي بين كلمة القلم ودلالته على الآلة التي نكتب بها إلا أن الناس اتفقوا فيما بينهم على هذا المعنى وتعارفوا فيما بينهم على ذلك وهكذا الأمر في كل جوانب اللغة واستخدامه يفرض هذا على معلم اللغة العربية ضرورة تعليم اللغة حسب الأعراف السائدة في استخدامها ومراعاة ذلك في تعليم جوانبها المختلفة ننتقل إلى الخاصية الأخيرة وهي أن اللغة ثقافية اللغة هي وعاء الثقافة وهي أقدر الوسائل على نقلها من شعب إلى آخر ومن جيل إلى آخر ولذلك فمعلم اللغة الجيد هو الذي يعرف الدلالات الثقافية التي تكمن وراء الاستخدام اللغوي في المواقف المختلفة ومعلم اللغة العربية تحديداً يجب أن يكون ملماً بالثقافة الإسلامية إذ هي روح اللغة العربية